من المعاني أن الإنسان لن يحصل مهما فعل على كل ما يتمناه في الدنيا ما في أحد يحصل على كل ما يتمناه في الدنيا شفوا إذا زرتم المقابر اسألوا أنفسكم هل فيهم واحد مات وقد أنهى كل أعماله هل فيهم واحد مات وقد حقق كل أمنياته لا هذا معنى عصيل معنى مهم جدا وبالتالي كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لو كان الابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا واديان من ذهب لا تمنى عنده واحد ثالث أنا أكلم بعض التجار الكبار كبار جدا قل له يا أخي لمتاعة تجمع فلوس إلى متى في بعض التجار التي تعاملت معهم والله والله لو ينفق كل يوم مليون دولار مليون كل يوم لا تكفي وتكفي أولاده وأحفاده إلى خمسين سنة للأمام مش رأيكم كم حيأكل كم حيلبس كم حيستمتع فالإنسان في النهاية لن يحصل على كل ما يتمناه وسبحان الله كل ما حصل على ما شيء يتمناه بدأ يفكر بشيء آخر إلى درجة بشيء آخر وبالتالي تذكروا هذا المعنى أن الإنسان أمنيات الحقيقية لن يحصل عليها إلا في الآخرة طيب إيش معناها طيب الآخرة نعرف معادلتها والله سبحانه وتعالى أكرمنا بأن هدانا بإرسال الرسل يدلنا عليها إيش هذا المعنى هذا المعنى يقول التالي أسألوا أنفسكم سؤال بسيط جدا لكنه رئيسي جدا وهو من أهم دروس الحياة بالنسبة لي ما هو أعلى ما تتمناه في الدنيا في الآخرة أطلبوا وتمنوا وفيها ما تشتهي الأنفس طيب في الدنيا ما هو أعلى ما تتمناه إذا الواحد وصل إليه يقول خلاص الآن أنا يكفيني ما حصلت عليه ومستعد أموت فيه فيه شيء واضح من هذا طبعا في النهاية ما في في النهاية الإنسان لن يحصل على كل ما يتمناه إذن خلينا نعدل هذا الدرس ونقول بما أننا لن نحصل على كل ما نتمناه ما هي الأمور التي فعلا نتمنى الحصول عليها قبل أن نموت لأنه ما نستطيع نحصل على كل ما نتمنى فما هي الأمور فكروا بهذا اجلسوا وتأملوا أنا أعرف ماذا أريد ولو إلى الوقت لفصلت فيه أعرف ماذا أتمنى في الدنيا في الدنيا تفكروا يا شباب ما هو أعلى ما تتمنوا الحصول عليه في الدنيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر